لم تكتفي الميليشيا بالأزمات التي أغدقت بها على المواطن اليمني خلال عامين من حكمها والتي قادت البلاد إلى كارثة شملت كل مناح الحياة ففي تطور جديد أكدت مصادر مطلعة أن وزارة المالية التي تديرها الميليشيا تقدمت بمشروع ينص على رفع نسبة الضريبة على رواتب موظفي الدولة من 15% إلى 30% مضيفا أن المشروع المقترح سيقدم لإقراره الأسبوع المقبل من قبل هيئة الانقلاب في صنعاء ويرى الكثير من المراقبين أن هذا الإجراء المخالف للقوانين من شأنه خنق المواطن اليمنين علاوة عن كونه سيمثل آخر مسمار تدقه الميليشيا في نعشها وفي سياق متصل أكد تقرير حكومي استمرار البنك المركزي في صرف مبلغ 25 مليار ريال شهريا من حساب الحكومة تحت بند المجهود الحربين الأمر الذي أدى إلى استنزاف الإحتياطي النقدي في البلاد لصالح الميليشيا ومشارعها ترجمة نانسي قنقر